قدرت دراسة اقتصادية جديدة للاحتياجات الإجمالية للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع الكهرباء في اليمن وفقا لتقييم أضرار 16 محافظة بنحو مليارين و752 مليون دولار على مدى خمس سنوات وذكرت دراسة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وبناء السلام المستدامي في اليمن أن 49% من أصول الطاقة تعرضت للأضرار بفعل الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي على اليمنيين وأضافت الدراسة الممولة من اليونسيف أن مدينة تعزل أكثر تضررا في قطاع البنية التحتية لقطاع الطاقة ووصلت نسبة تدمير أصول الطاقة بها إلى 57% تليها صعدة بنسبة 50%